شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال قوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب قوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد أيضا من كبار قادة قوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأقلع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان وما تم تنفيذه خلال العام الجاري من دورات تدريبية مختلفة لإعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة لأكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية وفي نهاية الاحتفال نقل القائد العام للقوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق مطالبا الخريجين بالحرص على سقل مهارتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من إمكانيات العلم والتفقيف والمعرفة وأن يكونوا مثلا وقدوة في العمل والعطاء لخدمة الوطن والولاء له والاستعداد للتضحية في سبيل سلامته ووحدة أراضيه وأشهد الفريق أول محمد زكي بدور الأكاديمية وكلية القادة والأركان في تخريج قادة حملوا الأمانة وسجلوا في تاريخ مصر الوطني والعسكري بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة الوطن وأكدوا بعطائهم وتضحيتهم أن الجيش المصري هو ركيزة القيم والمبادئ ومعاني الوطنية والشرف وإنكار الذات مؤكدا أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك كل المقاومات العلمية التي تمكنها من أداء مهامها بكل قوة وستظل دائما قوية بعطاء أبنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم على حماية الوطن وأمنه القومي